اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرآن اني دير فيها واحد المادة اللي هي فيتسبقتلي المهم ان في هذا الموضوع كنا طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحدث على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدو حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة لا خيصة في التسمين ممكن اني شروعوا جوش دراهم لا كتضرب لكم شحال كي تباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هدي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كيتلقوا واحدة الرائحة يعني كاريها كم عارفين ريحة الحلبة يا خدامة فعالة ولكن هذه الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تبدلوه لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجب لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الاراني بينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدوها هذيك الحلبة ونتحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتولي كتولي بهذا الشكل هذا اخوان نحلل القرعة مني كتولي غبار هانتم كما كتشوفو غبرة هانتم كما كتشوفو هيا غبرة هكا اذا هذي هذي الحلبة هذي مني كتولي غبرة اسمو كنديرولها ماشي كنديروها مع الماء لا كنشدوها كننخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هاد الخبز هاو كما كتشوفو هاد الخبز خبز جاف مطحون مطحون اتحنوه باي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة انا عندي حلقات اه سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني اتحنو هذي الخبز المهم من يتشدو الخبز ديرو كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة اه كبيرة ديال اه يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز زو لمطحون يعني مني كتخلطوهم اعني غادي تلاحظوا انا الارنب مكيعيقش بهذاك المطاق ديال الحلبة ومكي приехذاك الحلبة مكتنفخش بحال يدرناها ف فيالماء يعني مني كنديروها فيالماء كتنفخ وكتدي واحد يعني واحد الرائحة كريهة أما بالنسبة لهالطريقة هادي كونوا متقنين أن الأرنب ما كيعقش بها ما كتخليش الرائحة في المكان ما كينفرش منها سموكي أقع أن العملية دي التسمين كطرة بواحد شكل كتر من نيمة ديروها في الماء أولا الحلبة فاتحة للشهية كتفتح الشهية ثانيا كيتسمين كيبنكم بالوزن ديالو كيتزاد بواحد طريقة سبحان الله الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتعتبر حتى موضاد حيوي ممكن أنكم تحنوها مع تعطيوها لوم عوثاني مع التومة عوثاني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جيد جيد فعال يعني تتومة لكي الناس اللي كيكرموها وكيطحنوها وكي يعطيوها الألانب ديالهم مع الحلبة مطحونة ونمتقنين أن الحلبة مطحونة مع الخمز جاف كيطيوه واحد النتائج أنا رأي بتجربها هدي كيطيوه واحد النتائج يعني جد جد مفرحة إن شاء الله القادية ديال الحبوب مع الماء من زيانة حتى هي غييفة شوي ديالعناء وكتخلي واحد الرائحة لأن شحن لكمونتاير جاوني قال لك باللي رأي عناه واحد لهذه الحلبة كتنفخ بوسط الماء وفعلا هي كتنفخ بوسط الماء وكتطلق واحد الرائحة يعني كريهة وفعلا أنا كان نقول لناس عندكم الصح إذن اسموهي الطريقة اللي غادي نحيلوا من هذه الرائحة هذه وهي الطريقة اللي هدرنا عليها أنكم الحلبة تحنوها تتولي غبار بحلاكة أنا رأي لي ما تتحنتهاش عاد بزافرة ممكن أن تتحنوهاتك تتولي يعني غبرة مني كتديروا مغي مع القاوحدة مع كيلو ديال الخبز كيلو ديال الخبز الزراه بزافرة كي يعطي واحد الكيمية كتديروا مغي مع القاوحدة كافية وما تديروش أكثر يعني بالنسبة للتسمين أنا جربت يعني ملعقة وحدة رأيها كافية أنها تخدم معكم مزيان إذن ديال حلقة ديال هذا النهار حلقة مهمة الناس اللي بغي يعني يعطيوا تسمين يعني يسملوا الأرانب ديالهم سواء صغار صغار أو كبار كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة إن شاء الله مفيدة تكيو على زر جام باش تساندونا باش خينا تزيل قدام ما تنسوناش بزير جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديال إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر